في إطار معرض سيتيسكيب البحرين 2023 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله انطلق اليوم المؤتمر المصاحب لمعرض سيتيسكيب البحرين 2023 تحت شعار الاستدامة والتحول الرقمي وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس اللجنة العليا للإعداد والتنظيم لمعرض سيتيسكيب البحرين 2023 أن افتتاح المؤتمر المصاحب لمعرض سيتيسكيب البحرين يأتي تأكيدا على حرص مملكة البحرين على مواكبة التطبيقات الحديثة في المجال العقاري والتزام المملكة في توفير أحدث السبول التي توفر الاستدامة للقطاع مشير المعالي لهمية التحول الرقمي وارتباطه الوثيق بمفهوم الاستدامة لافتن لهمية تعزيز التنمية وتطوير الأنظمة الإدارية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والمكتسبات من أجل الأجيال القادمة وخلال كلمة افتتاحية التي ألقاها سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أكد سعادته أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تسعى عبر برنامج الحكومة 2023-2026 إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والعدالة والتنفسية باعتبارها الركائز الأساسية للعمل الحكومي كما ألقت سعادة السيدة نور بن تعالي الخلف وزيرة التنمية المستدامة خلال المتمر كلمة تنكدت فيها حرص مملكة البحرين على مواصلة تبني المبادرات التي تسهم في إنجاز محددات وتطلعات التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء مشيرة إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي ترتكز على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنفسية وتهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطع الخاص وأشارت سعادة وزيرة التنمية المستدامة إلى أن التنويع الاقتصاد وضمان استدامة نموه يمثل اليوم محور الاهتمام لدوره الفاعل في مسارات التقدم بمختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع العقاري وفي إطار المؤتمر أعلن سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن الفائزين في مسابقة البحرين للابتكار العقاري والتي يقيمت برعاية شركة ديار المحرق ودرة البحرين بأفكار خلاقة ومتميزة وحلول فريدة ومبتكرة اختتمت مسابقة البحرين للابتكار العقاري التي نظمتها مؤسسة التنظيم العقاري سعيا منها لرفض وتعزيز الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 وذلك بتكريم المراكز الثلاثة الأولى الفائزة بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء في القطاعات العقارية والاستثمارية في مملكة البحرين الغرض الرئيسي من هذه المسابقة هو تحفيز الحصول على أفكار لتحفيز القطاع العقاري والحصول على أفكار مبدعة وجديدة لتطوير هذا القطاع مثلما هو معروف القطاع العقاري هو قطاع واعد ويؤثر على الكثير من القطاعات الأخرى ونحن في مؤسسة التنظيم العقاري نأمل بأن يكون هذا العقار رافض كبير لزيادة الإرادات الغير النفطية تأتي هذه الجائزة من أحد استراتيجيات الخطة الوطنية لتطوير العقاري في مملكة البحرين وهي مبادرة أخذتها بكل أمانة مجلس إدارة ريرة واليوم الله الحمد يمكن تشوفون المتسابقين زاد عددهم عن مئة وشوي واللي وصلوا للمرحلة النهاية تقبل 12 متسابق ثلاثة منهم اللي فازوا والله الحمد وهم كلهم فائزين وتم تكريمهم اليوم صب أو كانت المعايير أقلبها لها علاقة بالاستدامة لها علاقة بالتطوير العقاري كيفية تنفيذ المشاريع على أرض الواقع قابلية تنفيذها على أرض الواقع وأيضا تتكلم عن الاستدامة بشكل متكامل طبعا المسابقة بالبحرين لابتكار العقاري مسابقة مهمة جدا تنبثق من الخطة الوطنية للقطاع العقاري ترتكز بشكل أساسي على تحفيز الإبداع والتميز في هذا القطاع الواعد وطبعا كانت في مشاركات ملهمة من كوادر وطنية نعتزبها حقيقة ونحني الفائزين كانت المشاركات حقيقة تركز بشكل عام على تطويع الحلول التكنولوجية لخدمة القطاع العقاري وأيضا تركز على عناصر الاستدامة بكافة أنواعها في تقديم حلول مبتكرة للقطاع العقاري مجمل المشاريع المشاركة في المسابقة جاءت بأفكارها محملة بكم كبير من التفوق الفني والتقني والعلمي الفريد سعيا منهم لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع هذه المسابقة تستطيع أن تستقطب أفكار لكي يرتقي القطاع العقاري من مختلف المجالات سواء نكون مثلا برامج تقنية أو وساطة عقارية أو مشاريع مستدامة والمسابقة جدا ممتازة خلتنا نطلع على المشاكل التي تواجهها القطاع العقاري ونقدم حلول تكون مستدامة علشان نرفع من مملكتنا الغالية المسابقة صراحة كانت مبادرة جدا جميلة من مؤسسة تنظيم العقاري خلتنا نفكر وخلتنا حمثتنا إلى أن نشارك ونتقدم ببعض الأفكار الموجودة عندنا والحمد لله رب العالمين اللي نلنا المركز الثاني وحصلنا النجاح فيها تفاعل كبير حظيت به هذه المسابقة لفتت انتباه مختلف المؤسسات والجهات العقارية والعملين في المجال العقاري لتخطو بذلك مؤسسة التنظيم العقاري خطوات ثابتة في مساعيها لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي هذه المسابقة المتميزة ساهمت في تحفيز أفكار المشاركين الإبداعية واتاحت لهم فرصة سانيحة لتقديم الحلول المبتكرة والأفكار الخلاقة والمستدامة التي تساعد على تحفيز القطاع العقاري في مملكة البحرين يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين